شهد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الندوة الاستراتيجية العلمية السنوية للقوات المسلحة والتي نظمتها هيئة البحوث العسكرية بمسرح الجلاء تحت عنوان الاستراتيجية القومية المقترحة لمجابهة تداعيات ظاهرة الإرهاب المحلي والإقليمي والدولي في إطار الحرب الدولية على الإرهاب بدأت الندوة بعرض فيلم تسجيلي بعنوان أصل الحكاية تناولت داعيات ومخاطر تنامي ظاهرة الإرهاب على المجتمع وتأثيرها على كفة دول المنطقة واجتملت الندوة على ثلاث جلسات علمية تضمنت تسع ورقات بحثية الأولى بعنوان ظاهرة الإرهاب والأسباب والدوافع المؤدية إليها وموقف الأديان والشرائع السماوية منها تحدث فيها الخبير الاستراتيجي اللواء أركان حرب محمد عبد الفضيل شوشة وتناولت الورقة البحثية الثانية تأثير التنظيمات الإرهابية على السياسة الدولية تحدث فيها الدكتور عثمان أحمد عثمان عضو المركز المصري لمكافحة الإرهاب كما تحدث اللواء أحمد جاد منصور مساعد وزير الداخلية الأسبق في الورقة البحثية الثالثة عن الجهود والقوانين الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب كما قدم اللواء أركان حرب أحمد عبد الحليم الخبير الاستراتيجي الجلسة العلمية الثانية والتي تناولت الورقة البحثية الرابعة ودراسة تهديدات وتداعيات الإرهاب على المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تحدث خلالها عدد من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال وتناول اللواء دكتور محمد الغباري المستشار بأكاديمية الناصر العسكرية العليا وعدد من الخبراء المتخصصين خلال الجلسة العلمية الأخيرة الاستراتيجيات المقترحة لدعم الأمن القومي في مواجهة ظاهرات الإرهاب في كافة المجالات واستعرض اللواء أركان حرب جمال شحاتة رئيس هيئة البحوث العسكرية أهم المقترحات والتوصيات التي خلصت لها الندوة مؤكداً أن البحث العلمي هو السبيل الوحيد لتطوير كافة الإمكانات والقدرات لأفراد القوات المسلحة بما يتماشى مع التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل في جميع المجالات وفي نهاية الندوة أشهد الفريق أول صدق صبحي بأسلوب إدارة الندوة والمجهود الوافري والمبذول في تنظيمها مؤكداً أن القوات المسلحة تدرك جيداً مخاطر التطرف والإرهاب على الشعوب وتسعى جاهدة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة لاقتلاع جذور التطرف والإرهاب من كل شبر في ربوع الوطن مشيداً بنجاح أبطال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على العديد من البؤر الإجرامية خلال الفترة الماضية وأشاد بجهود الشباب ودورهم نحو تحقيق أمن الوطن واستقراره وأكد على أن وعي الشباب تجاه ما يحيط بنا من مخاطر هو سند هذه الأمة وسبيلها للعبور بمصر إلى آفاق المستقبل حضر الندوة عدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة وضباط القوات المسلحة وهيئة الشرطة ووكيل الأزهر الشريف وعدد من رؤساء الجامعات وعدد من الكتاب والإعلاميين وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية والجامعات المدنية اشتركوا في القناة